موسيقى مشاهدين أهلا بكم مرة جديدة في حقيبة جو حلقة خاصة عن الاستثمار على ماذا تنظر عندما تريد أن تستثمر ما هي المؤشرات التي يجب أن تنظر إليها طبعا أخذت بن جرهام وهو أستاذ كبير جدا وأستاذ مورن بافت اللي هو أسكى مستثمر في العالم ودائما ما يتردد القول التالي أنه باستطاعاتك ممكن أن تعرف أسعار كل شيء ولكن لا تعرف كيمة أي من هذه الأسعار بالتالي سنركز على فلسفة بن جرهام في كيفية اختيار الأسهم على ماذا تنظر في السهم في إدارة الشركة في القوام المالية وما إلى ذلك البداية دائما مع بن جرهام طبعا بن جرهام ولكن أبدأ مع ناتان روتشلد ناتان روتشلد في عيال مثل روكفيلر ناتان روتشلد بن جرهام هو لأسماء كبيرة جدا بمجال نطلع لعب دور كبير جدا روتشلد قبل ما أبدأ بجرهام قول مهم جدا وهو أنه تحقيق السراء الفاحش يتطلب قدر كبير من الجثارة والحذر ولما تحقيقه بالفعل يتطلب الأمر عشر أمثال من الزكاء للحفاظ عليه يعني إذا تعمل سروي كبيرة جدا سروي فاحشة تتطلب دائما الجثارة والحذر لتحافظ على هالسروي بدك عشر مرات من الأشياء اللي عملتها زكاء لتحافظ على ما حققته أدخل إلى بن جرهام بن جرهام بداية تعريفا غير أنه استيز وارن بافت والكتاب المشهول المستثمر الزكي وفلسفته ومراقبته للسوق عشرات السنوات والسنوات ولكن أيضا عنده قصة نوعا ما تعيسة في بداية عمره وبداية هون لك شو بيقول مهم جدا بيقول أنه مهما كنت حريصا تبه مهما كنت حريصا فإن المخاطرة الوحيدة التي لا يستطيع أي مستثمر أن يتجاهلها أنه مش معقول أنه لا تكون على صواب يعني ما فيك تتجنب هذه المخاطرة أدخل إلى بن جرهام بن جرهام أبو كان تاجر توفى أبو اتراجعت التجارة واضطرت الوالدة أنه البيت عندهم تحولوا لبيت ضيافة وأيضا أخذت أموال من البنك واستثمرت بالأسهم حصل إنيار بالأسهم وخصت تقريبا كل أموال لتحوط لأخذتهم من البنوك ولكن يجب عليها أن ترد هذه الأموال التي خصتهم بالأسهم للبنوك وصار فيه نوع من أنه تقصيد شهري ويذهب بن جرهام نيابة عن والداته لا يدفع بالبنك وكان دائما ما يتذكر يروح بنوع من من مزل تقريبا أو شعور بالنوعا ما بالحزن هو عم يدفع القصد الشهر ولما بيواجه موظف البنك بالسباك ولكن المفارقة أيضا أنه رجع بن جرهام جاي منحة ودخل إلى الجامعة وبعدين صار من كبار الأساتزة وبعدين صار من كبار الشهد المستثمرين وما إلى ذلك وعنده الكتاب المشهور اللي بيقول عنه للمستثمر الزاكي بيقول عنه ورن بافت هذا أفضل كتاب بيتكلم عن الاستثمار على الإطلاق بيقول على الإطلاق طبعا سندخل الآن بالتفاصيل أكثر هيكت بس مقدمة لنقول من بن جرهام تأثيره بدايته خلينا ندخل أكثر باللي شي بهمنا وهن الأقوال وناخد كيف نستطيع أن نستفيد من هذه الأقوال حدخل الآن إلى أنواع المستثمرين طبعا في عدة أنواع ما حدخل بالنوع المستثمر اللي يعني بيدخل هاكي مش فهم أي شي بيشتري سهم بيرتفع ببيع ممكن تحصل ممكن يربح ممكن كتير أنه يربح بدون أي معلومات بس يسمع أنه فيه أسهم بدأت تصعد يفوت بدون ما يتطلع على أي شي ولا ينظر على القوائم المالية ولا أي مؤشرات ويربح لأنه ارتفع السعر عن السعر اللي اشترى وانتهى الموضوع ولكن لا خلينا ندخل وصنف المستثمر الدفاعي طبعا المستثمر الدفاعي هو حذر أصلا لا ينتظر عوائد كبيرة وبالتالي هو مقتنع أو قنوع به عدد معايد عائد له بالنسبة يكفيه هذا المستثمر الدفاعي يتصرف بانتقاء الأسهم بطريقة مغايرة عن مستثمر هجومي يريد عائد عالي وبالتالي يجب أن يبحث أكثر هون بيرخيها فقط وبركز أنه أهم من الأرباح ما يتكبت خسائل لأنه أنتم تعرفون أنه أي دخول باستثمار فيه مخاطر أنك برك تخسر يعني ما قلنا نحن ببداية الحلقة أنه ما فيك تكون تتجنب أنه ما فيك تكون إلا على صواب يعني هذه القصة ما فيك تعملها وبالتالي فيه ريسك على طول استثمار فيه ريسك خسارة بالتالي هون انطلق الدفاعي من أقل حجم من القسائر طبعا هذا الأقل حجم الخسائر ودفاعي ما هيقعد كتير يفتش على الأسهم العوائد وشو عم تعمل وكيف أدي أو كيف عم يتحسن لا يأخذ عوائد كبيرة جدا الجهد بيكون أقل لأنه معروفين الأسهم الدفاعية التي تدافع عن المؤشر عندما يتراجع تدافع ليس دائما تصعد ولكن تنخفض بنقاط قليلة يعني ممكن تنخفض نصف في المئة نشوف الأسهم الآخرى نازلة 8% يمكن تنخفض 1% الأسهم يمكن تنخفض 14 في المئة 15 في المئة هاي الأسهم الدفاعية ممكن ترتفع نصف في المئة والأسهم الأخرى من قفضة 7% ولكن عند الارتفاعات لا ترتفع تتقلق الأسهم التي هبطت بشدة يعني مشاهد أن السوق ارتفع بقوة وأسهم ارتفع 15-20% طبعا ونيك بأسهم العالمي والأسهم الأخرى يمكن تنخفض نصف في المئة ويمكن ترتفع فقط 1 في المئة لأن هذه الأجواء لا تناسبها في الارتفاعات هي تتحرك بهكذا الظروف إذن القرارات نوعا ما منه يعني أنه مثل الهجوم لاحظوا هون للمستثمر الآخر يعني اللي بكتير بده يقعد يبحث مستثمر نشيط ووجومي هجومي يعني يحجم بكبه ونشيط يريدوا أن عوائد أعلى بكثير من ذلك بخصص وقت كثير جدا مجهود كبير لا لا يظل بده يفتش على أسهم عنده جاذبية ممكنون ما في أسهم لا هو ما بيقتنع بهذا الشيء بده ينظر إلى القوائم المالية يعني يفتش أداء السهم حركة السهم متوافقة مع التوزيعات أو لا إدارة الشركة حصل خلل بالشركة لا مشاريع المستقبلية كل هذه شيء يفتش ويبحث ويأخذ القوائم المالية يمكن يعمل داونلود لأخر خمس سنوات من القوائم المالية تشوفوا إذا فيه مشكلة كيف تغيرت الإدارة وما إلى ذلك لكن لأنه ينطلق أنه مهما كنت حسرا أكيد ستنخفض استثماراتك من وقت إلى آخر وبالتالي هو خلاص بده يجم ليئة السهم يعني اللي هو اللي بيخليه يعمل نوع من اكتفاء أو ما يطمح إليه من العواد طبعا بن جرهام ماذا يقول عن هذه أنواع ستينغ وأتابع مشاهدين بداية المضاربة أو المضاربين مهمة جدا في السوق لماذا لأن المضاربة هي بالتحديد تلعب دور كبير جدا أنه تعود إلى الأسعار إلى بعض المستويات اللي كانت فيها وبالتالي ممكن أنه بفضل يرجع يدخل مستثمر ذكي يعني نسمع دائما أنه مستثمر ما حيدخل هلأ وقت الدخول إلا ما تعود هذه الأسعار من هذه المستويات ستعود بفعل المضاربات العنيفة البايع والدخول والخروج إذا المضاربة هي يقال ملح السوق وبالتالي مهمة جدا المضاربة ولا يستغنى علىها في السوق طبعا في مبلغ معين للمضاربة وفي مبلغ أنه تعرف إذا بدك تضارب في النهاية ستخسر هذا القادر من الأموال هل أنت مستعد أو لا وفيه يجب أن تميز أيضا بين أنه مال المضاربة عن مال الاستثمار عن المال دائما لا أدخل لا باستثمار ولا بمضاربة يكون فقط لحماية المحفظة من التسهيل الكامل وما إلي زيلك هناك عدة مستويات من التعامل مع السوق لما برجع بقول دخول إلى السوق ما فيك تمنع أنه استثماراتك ما تهبط بوقت من الأوقات طبعا لأنه السوق هو يعني يحصل كل شيء فيه المستثمر الزكي يخشى المضاربين لماذا أحيانا لأنه أحيانا مع قوة المضاربة تجعل الأسهم مرتفعة السمن وأغلى من أن يستطيع أن يشتريها المستثمر الزكي ويحدد المستثمر الزكي والعكس صحيح أيضا عندما يكون معك المال عليك أن تحتفي بهبوط المضاربة التي تشتري طبعا مثل ما قالت المضاربة مع المستثمر الزكي مع استياض الأسهم وما إلى آخر ولكن تحديدا رغم أنه في منهم بقولوا أن هذه الأقوال التي انكتبت بالخمسينات والستينات والسبعينات لا تصدع هو يتكلم عن مبادئ لذلك رغم أنه التكنولوجيا دخلت مرة جديدة ولكن عن نوع استراتيجية الدخول والستراتيجية الاتخاذ القرارات هلأ متى تكون المضاربة لا تملك الزكا المضاربة عندما تظن أنك تستثمر كيف ذلك مثلا أنا أصلا أدخل كمضاربة بأسر معين من الأموال أخسر بضل بالسهم أقول أنا هلأ صرت مستثمر أنت لأ لأنه وقت الدخول دخلت لتضارب يعني لتبيع على سعر أعلى وبالتالي بوقت معين إذا بدك تقنع نفسك أنه هبط السعر وما بدك توقف خسارة وتقول أنا مستثمر غلط لأنه أصلا لما دخلت بدي بيع بوقت معين هنا أنا أتخلى عن المبدأ الذي دخلت فيه وبالتالي أكبر خطأ أنه أدخل أنا كمضارب وأضارب ينزل في السهم وتعلق وقول أنا صرت مستثمر خلص خليه مستثمر ما غلط لأنه الدخول كان على مبدأ خطأ وغلط تاني شي المضاربة بتكون بجدية مش للتسلية بيطلع بينزل بديكون فيه نوع من أسلوب للمضاربة بناء على معطيات ومؤشرات تختلف عن المؤشرات التي تعطي الاستثمار لأنه عنده وقت معين المضاربة لين يكون السعر نفسه بالنسبة إلى الاستثمار وأيضا مثل ما قلته أهم شيء بالمضاربة أنه أنا إذا دخلت بمبلغ معين لازم أتقبل أنه كمضاربة يمكن اتعلق يمكن ما تصبط معي بدي أخسر آخر شيء مال ووقف خسارة هل أنا أتقبل بخسارة المال وأهم من ذلك هل إذا خسرت هذا المال هذه الكمية من الأموال هل سيتأثر وضعي اجتماعيا هل ممكن أنه أبيع سيارتي بسبب هذه الخسارة ممكن يسي فيه قصارة بالبيت ولا لا لكن أريد أن أعرف أن هذا الاستثمار خطر على ماذا يؤدي من عواقب وبالتالي يجب الانتباه على حجم القصارة إذا حدد حجم القصارة منذ البداية ولأنه أنا داخل بالاستثمار يكون أيضا هذا من الأشياء الجيدة لأنه عارف منذ البداية أنه حجم قصارتي هذه الكمية من الأموال طبعا والمضاربة هي لأنه ستايل المضاربة نوعية المضاربة طريقة المضاربة تختلف عن الاستثمار أذهب إلى خلينا نشوف المشتري والباقة لاحظوا المشتري والباقة إذا أنا شاري سهم بدي أشتري سهم شو عندي مخاطرة أنا معي مصاري وبدي أشتري سهم شو هي المخاطرة إنه إذا اشتريت السهم هلأ في الآن حاليا في هذه المستوات السعرية في هذا السعر في خطر شو الخطر إنه إذا اشتريت يرجع يهبط السهم يهبط سعر السهم وبالتالي بيكون ياريت إنه ما اشتريت كنت اشتريته أقل يعني شو بيحصل في خطر إنه مخاطرة احتمال هبوط السهم كنت اشتريته بأسعار مغرية أكثر طيب إذا بيعه وحبط السوق بيكون ضبط معه لأنه بيعه وخرج إذا باع السهم وارتفع السوق هو ما خسر من رأس ماله طبعا ما بعرشه بيكون أداء المحفظة من قبل إذا نقول دخول جديد بيكون خسر من الأرباح أو فوت من الأرباح فوت فرص من الأرباح ولكن بالمشتري بيكون ضرب برأس ماله إذا دخل بالسام لأنه عندما يهبط السام يخسر من رأس ماله يخسر من الأرباح المستقبلية التي كان سيجنيها بينما أيضا المشتري إذا اشترى وارتفع السوق كمان هون الربح لأنه كان منيح إنه نشتريت الآن لأنه كان بدأ أشتري أعلى بمسلا درهمان أو ريالان أو ثلاث ريالات وبالتالي هذه نوعا ما من المقارنة بين ما هي المخاطرة عندما تشتري وما هي المخاطرة عند الباعة وأيضا هناك سؤال مهم جدا بالنسبة إلى المشتري والباعة وهو التالي إنه أنا عندما أشتري سهم من شخص آخر يبيع السهم ما هي المعلومات أو ما هي المعطيات التي عندي إنه أنا أشتري الآن وهو يبيع ما هي المعطيات التي أنا أملكها وهو لا يملكها أو ما هي المعطيات التي يملك هو على أساس إنه بيع وأنا ما عندي أساس إنه عم بشتري هنا في هذه النقطة أو في هذه المستويات رح أتوقف مشاهدينا مع فاصل وأتابع دائما مع فلسفة الاستثمار وكيفية النظر إلى طبعا هذه المبادئ طبعا تكيلا على بن جرهام أهلا بكم مرة جديدة في هذه الحاقة نحن بالقسم الثاني نتكلم دائما عن بن جرهام ومبادئ الاستثمار فيها طبعا أداء السوء يعتمد على ثلاث عوامل خلينا نتكلم عندنا النمو الحقيقي أي نمو للشركات من أفضل صفقة ممكن تعملها إنك تختار أسهم نمو مستمر ونمو حقيقي ويتحقق من أرباح تشغلية ومن القطاع نفسه وما إلى ذلك النمو الحقيقي ما هو تزايد أرباح الشركات بصورة مستمرة مع توزيعاتها لا يخافون من التوزيعات ولكن أيضا نتكلم بسياق الحلقة أن التوزيعات لا يوزع ويحتفظ بالنقد شرط أن يحسن من أداء الشركة ومن سعر السهم يكون قرار حكيم لأن الإدارة بالفعل استغلت الأموال بطريقة مناسبة النمو في ظل التدخم في تدخم بس كمان في نمو يتوافق كمان هذه عوامل مهم جدا يعتمد عليها السوق المضاربة على النمو المتوقع أو على الانهيار طبعا هنا يجب دائما أهم شيء النظرة المستقبلية للشركة لصى محلة صار شيء للشركة حيتوقف نشاطها التشغيل حيتغير ممكن يحصل فجأة مشكلة غير كليا من قوتها غير كليا من تصنيفها غير كليا من نشاطه يجب أن أنظر أو ضقق إلى ما هي المخاطر التي تأتي إلى الشركة من الداخل أو من الخارج أو من القطاع نفسه أو من شركة منافسة دخلت جديدة كانت موجودة أو لا طبعا يعني هول الأداء كثير يتأثر بهذه الأشياء توقيت السوق دائما هو الأهم أنه التوقيت متى يجب أن أدخل هلأ نتبه هون منيح سهل جدا أنه أنا دائما أقول أنه التاريخي عيد نفسه هو ما إلى ذلك النظر لكن قدر حددها مئة في المئة ماذا حصل وسيمكنك بالتحديد مئة في المئة أن تعرف التوقيت متى الدخول والخروج وقته ولكن بيقلك بني جرهام أنه إياك ثم إياك أن تعتقد أنه أن يدفعك ذلك أنك ستعرف توقيت الدخول والخروج في المستقبل لأنه النظر هون بطريقة محدقة بقوة بالماضي تقدر تعرف كل شيء هذا مش غلط وهون مش غلط يعطيك فكرة ولكن لا تعتقد أنه بيقلك غيرهام أنك رح تعرف هذا الشيء أيضا بالمستقبل ونكون أكيد منه من التوقيت خلني أزب إلى كيف ينظر إلى الاستثمار السليم ماذا يعني الاستثمار السليم يعني القيمة دائما القيمة يا شباب القيمة إمكانية شراء السهم بقيمة تقارب أصوله مثلا معدل سعر إلى الأرباح يكون مردن وبدون أي خوف والأرقام تكون يعني ما في إنه لا 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 هون عمشي دغل البي اي ريشو ارتفع ومرتفع كلها لازم بدها تخفيف وماذا ذلك السعر على الأرباح البي اي مركز مالي قوي هذا لا استغناء عنه توافر الحفاظ على الأرباح دائما يكون فيه عطول الحفاظ على الأرباح على مدى السنين مع التوزيعات وهامش التوزيعات والحركة تبع التوزيعات وما إلى ذلك أيضا هناك نقاط أخرى ما هي هذه النقاط المهمة جدا طبعا هذه النقاط نحن نركز عليها دائما يختص بعدة أسواق أنه مش تقوله هذه الأشياء ما بتمشي على أسواقنا بتمشي أكتر على الأسواق العالمية وما إلى ذلك بيضل في المبادئ أنه بتعمل شغلك أنت وعلى القرارات السليمة طبعا عند شراء السهم هناك عوامل مهمة يجب أخذها بالاعتبار وهي مثل ما قلت الاحتمالات بعيدة المدى للشركة بتطلع إلى شركة أنا أشتريها أنا أشتري هذه الشركة وبدأ استثمر فيها بدي استثمر يعني بدي أحمل السهم يعني ما حقرم السهم إلا بعد إذا مثلا خمس سنوات ست سنوات هذه أول شغلة هذه الشركة بتعيش خمس سنوات هيحصل شي لها بخمس سنوات لأنه هذا أول شغلة ممكن تطير الشركة بيختفي السهم معها هذا عامل مهم جدا اللي هو بعيد المدى أنشطتها ستتراجع الأنشطة داخل المنافس هيختفي منتجات خمس سنوات يعني اللي عم بتبيعه هلأ صالح لخمس سنوات طيب دخلت على تنويع هذا التنويع سيدخل حقالة كمين أشياء كمين هون في مستوى كفاءة أدارة الشركة مهم جدا الإدارة والإدارة والإدارة بتعرف أنت لمين مسلم رأبتك بالإدارة الشركة الناس مركزين بقوة خصوصا التنفيذيين وغيرهم القوة المالية مثل ما قلنا والهيطة للرأس مالي توزيعات مش بس الأرباح توزيعات وسجل للتوزيعات وكيفية من وقت لوقت أديش التوزيعات سأتواقف مع ستينك بقوة تابع أصل الآن إلى النظر المستقبلية للشركة وهي مهمة جدا وتكلمنا عنها أنه هي من الأهم في سؤال يجب دائما أن نتسأله بقول بن جرهام ما الذي يجعل الشركة دائما تنمو وتزدهر شو السبب من أين مصدر المال يجب أن أعرف هل مثلا بيع أرض فجأة وأنا بكون بنتج مثلا أشياء زراعية ما إلا دخل بالصفقات البيعة الممكن أن بيع الأرض مرتين ما حيكون في أرض أنه بيع وخلص حال بالنتائج المالية والقوائم بالربع الآخر أيضا من أين تأتي أرباحها أخذ رخصة بتشغل بتبيع كذا هل تجيب الأرباح من هذه الأشياء لا يمنع أن يكون في استثمارات أخرى بغير أشياء ولكن أيضا هذا مهم النشاط التشغيلي من أين ستأتي في المستقبل أكي أتت في الماضي من هذه الفترات كانت عم بتسجل وكان كل شي ماشي الحال ستأتي بالمستقبل دائما أنا هستطيع أنه على الأقل حافظ على اللي عم بعمله بالماضي ولا لا يجب أن انتبهي دائما بالمستقبل أنا أشتري المستقبل بكل بساطة أشتري ماذا سيحصل في المستقبل ليس فقط أنظر الماضي أنظر الماضي لقدر أستطيع أن أعرف شيئا ولكن أنا أشتري المستقبل خلص انتهى الماضي والحاضر عم ينتهي أنا أشتري ماذا ستحصل للشركة كراءة البيانات المالية في السنوات الأخيرة وفي منهم مثل ما يعملوا داونلود لخمس سنين ويقروا كل القوائم المالية ويشوفوا محاضر الاجتماعات وكل شي والسبيتش أيضا الخطاب اللي بيعملوا رئيس الشركة والأسئلة بتتوجه إليه وما إلى ذلك أيضا الشغلة المهمة اللي هي لازم تنتبه جيدا على هذه الحالات اللي عم نقولها الشركات اللي بتكون يعني معتادة على الاستحواز مثلا كل فترة بدأت تدخل مجال معين بتستحوز طب ليش ما هي بتدخل غير ما تاخد شركة موجودة كتة الاستحوازات بقول هون بين جرام أنه ليست جيد لازم تنتبه مضبوط على الشركات اللي تعمل الكثير من الاستحواز وطبعا هون ما عم نعمل يعني قاعدة عامة ولكن أيضا يجب الانتباه على الحركة اللي عم تعملون بس ممكن تستحوز مثل ما شاهدنا بالفتاة الأخيرة في استحوازات من شركات مثلا الملابس الفاخرة وعلى شركة أخرى ممكن بشركة مثلا الأغذية تدخل عليها وممكن شركة أخرى ما لازم انتبه هل عم بتعيدهم عدة مرات هذه الأشياء أو لا لازم الشركة إذا الشركة تعتمد على العميل واحد تبالك هل عميل أفلس أوكي ممكن بسرعة توجد عميل آخر ولكن بينهار السهم عميل غير عن هذا عميل يجب أن أنتبه من مئة عمين عن بيعنا من هو العميل من هو الزبون هل هو عميل واحد أو أيضا هل هو يعني مجموعة عملة واحدة مشكلين متكتل واحد فقط كمان إذا أصابوا شيء طار كل شيء هل تقوم بالاقتراض أو بيع الأسهم ليش لزيادة حجم أموال للآخرين أيضا يجب هذا انتباه عليه وآخر شيء كمان بدي أتكلم عليه هو علامات النمو للشركة علامات النمو للشركة لازم تتمتع بميزة تنافسية دائما يكون فيه تنافس بها الشركة وبالتالي أنه لا أستطيع أنه أوكف من نشاطها أو من قوتها في السوق من تنافسية في أسماء عمره خمسين سنة ستين سنة وموجودة دائما بمجال الميزة التنافسية محافظة على الشيء لا أستطيع أن أوكفها وكمان ما يكون فيه عنده هون بالنسبة إلى النمو قفزات كبيرة جدا وبعدين توقف هذه من أسوأ الأشياء لما يحصل فيه كفزات تنافسية كبيرة جدا وبعدين بيقف هذا الشيء لازم الشركة تزرع الشركة وتحصد ماذا تحط استثمات وماذا تحصد جودة هون الإدارة قوتها وسلوك المدرة مهم جدا هني بيضايعوا الشركة في النهاية بتصور هون تقريبا كان الموضوع حيكون فيه موضع أخرى أيضا بحلقات مقبلة فقط هون بدي أذكر بالتويتر جو أندرسكور هواوان أنوين على التويتر بشرفني كتير متابعتكم سناب شات جو هواوان وعندنا موقع الكنات cnbc عربية دوت كوم فيكم تلاقيوا حلقات الأرشيف تابعة جو بريف كيس أو حقيبة جو شكر الموصول للمخرج سلمان زين الدين أيضا أحمد الباز على السي جي وإياد على الصوت شكرا مشاهدين بنرجع ملتق معكم مرة جديدة